السلام عليكم ورحمة الله انا هشام من قناة مختصر الزراعة اخوتي الكرام انا مبسوط اليوم ذا علمكم عن زراعة الثوم زراعة الثوم 22 9 زراع اليوم موعد التصوير هو 10 11 اخوتي الكرام الثوم من اسهل الاشياء اللي تزرع في المنزل وانا انصحكم بزراعته جدا لانه فوائده لا تعد ولا تحصى مضاد حيوي طبيعي يعني يا اخوان الثوم صدقوني اللي بيداوم على الثوم وعلى اكل الثوم جسمه رح تتحسن منعته بدرجة عالية فيه ناس ما بيحبوه لاجل ريحته ولكن انا بنصحك تستخدم الثوم وتزرعه وتاكل اوراقه وتاكل ضروسه اخوتي الكرام ابدأ اطور عليكم انا زرعت لكم في هذا الاصيس نوعين من الزراعات الثوم من الفس ثوم زي هذا ضرس واحد واما انه ازرعها كاملة والان بدأ اشرح لكم شرح كثير مهم بس لنجهز الاصيس لزراعة الثوم اولا نحتاج اخوتي الكرام الى حبة ثوم واحدة منقطعها لضروس زي هك او فصوص ويعني مثلا اي وحدة فيها اثنين منشيلها زي هك منفتحها فتحتين وبس هذه هي ضروس الثوم الموجود عندي بلدية من السوق اشتريها لان نقوم باضافة ماذا التربة المفضلة لدي انا كهشام في الزراعة هي البيتموس ولكن انتم يمكنكم الزراعة في اي تربة الثوم بشكل عام بيمشي في اي تربة انا بزرع بالبيتموس ليش لانه البيتموس ان الانبات فيه لا يصدق صراحة ما شاء الله سريع جدا لانه بيسهل على الجذور عملية الخروج وانبات النبات زي ما انتم شايفين وهي جنبكم هون كثير انبات سريع ونتيجة كثير سريعة الحمد لله رب العالمين وهي تجربة شخصية انا بنصحكم في البيتموس البحث لا تخلط معا رمل ولا شي بنخلط معا رمل بس في نباتات الزينة والاشياء الثانية المستدامة فترة طويلة اما زراعة الخضروات في المنزل فقط بيتموس عشان ترجع عيد استخدامه ثاني شغلة اخوتي الكرام مهمة في البيتموس هو انه الاصيس بظل خفيف مثل ما انتم ملاحظين احنا بنزرع في المنزل زراعة منزلية يعني بدك تنقله من هون لهون توديع الشمس تجيب وتاخد منه الزراعة في البيتموس بظله خفيف على ايدك تنقله وين ما بدك بنسمي بالله بناخذ دروس الثومة المنطقة اللي فيها الجذر المنطقة اللي فيها الجذر الى الاسفل تمام بنقول بسم الله ونزرع بهذا الشكل بنخلي بروز خفيف بس موجود من نفس الدرس هاي نزرع هيك هاي نزرع هيك هذا وهكذا بنفس الطريقة فقط بنغرز بنسكر بنخلي بس طرف خفيف مبين يعني تمام اذا ما كان الطرف مبين وتغطى الطراب عليه زيهك عادي ما في مشكلة همشي ما تغوره تحت على الاخر لا غلط خليك طرفه مبين تمام شبه مبين يعني نيجي للنقطة المهمة اللي بدي أحكي لكم هي الجماعة الخير في ناس شايفين هاي من نبتة لحالها في ناس بزراع ثومة كيف بيجي بحطها بكاسة مي تمام بعدين بيمسكها لما تجذر بيمسكها بزراعها في التربة زي ما هي هذا الاشي يعني غلط ما بيعمل معك إنتاج ثومة ليش شوفوا هون عندي أنا شو زارع هون زارع ضرس بدي حاول أطلع لكم يا عشان تشوفو كامل هذا ضرس كامل زي ما أنتم لاحظين شايفين كيف شكله هذا أنا عملت تقاوي ثوم زي هيك عملت تقاوي ثومي يعني بإمكاني إني أفسخ الآن أفسخ هذه التقاوي بلش أزرع فيها فرادة فرادة حبة حبة في مثل ما أنتم لاحظين هاي تقاوي ثوم بقدر إني أزرعها أما لما بدك تزرع ثوم ويطلع معك هاي شايفين كيف تقاوي يعني كأنه شتلات جهزة للزراعة أما لما بدك تزرع بدك تزرع درس مثل هذا خذيني أفرجيكم إياه بسم الله طبعاً الثوم أخوة الكرام بوأخذ فترة في الأرض ما شاء الله ما أقوى جذورها جذورها جداً قوية شايفين أخوة الكرام شايفين هذا هاي النبات لازم أفرجيكم إياه بسم الله شوفوا كيف هذا طبعاً طلع من درس ثومة الله على ما تحلل تمام هاي بلشت تتكون عندي اللي هي راس الثومة هون بتكون بعد فترة إن شاء الله يعني أنت بدك تحسبله للثومة بيطول لما تشعر إنه هذا الإخترار يا إما طلع وردة يا إما بلش ينشف يجف بتكون الثومة جهزة فتخيلوا أني أنا أحصد من أصيص زي هذا بسيط صغير أحصد منه ثومة تكفيني في الدار لمدة أشهر وما بال كله زراعة أكثر من أصيص طلع ما شاء الله جذورها كثير قوية وأنا بنصحكم زراعة في البيتموس وهذا هو البيتموس بسوي جذور جداً قوية نرجعها ولكن هذا كله فدى العلم يعني أنا بذائق لما بزرع شغلة و بخلعها عشان أفرجيها بس هذا فدى العلم عشان تتعلموا و تشوفوا إنه كيف الثومة زراعتها جداً سهلة وتتشجع إنك تزرع ثومة بدارك وتحصد من إيدك يعني وبدون لا أسمدة ولا موبيدات ولا إشي طيب إخوة الكرام بديكم تتفرجوا على هالثومات عشان تتفكروا في خلق الله وأحكي لكم بعض الفوائد اللي كثير مهمة للثومة أولها خفض مستوى الكولسترول و ضغط الدم سبحان الله يعني الثومة موصية للكولسترول الضار دائماً وأبداً الوقاية من السرطان إخوة الكرام يعني مضاد حيوي تحسين التئام الجلوح والالتهابات الجلدية المعدية دائماً اللي عنده سكر يبنصحوا بالثوم ليش؟ لأنه بقلل كمية السكر الموجود بالدم اتخيلوا يا جماعة كمان الثوم بمنع التجلطات الدموية في جسم الإنسان فهو بساعد على أنه ما يصير تجلطات عافان الله وإياكم منها وأيضاً إلو فائد كثير مهمة وهي مكافحة الأمراض المعدية ومنع ومعالجة الزكام بمنع الزكام وبيعالجه ينصح كل يوم أنك تأخذ درسين ثومة تكلهم بشكل يومي ولكن لا ينصح بتناول الثوم على معدة فاضية لأنه بأذيك لأنه حار وقوي ولكن تناوله وانت مع أكلك درسين على الأقل يومياً وإن شاء الله جسمك بيصير زي الحديد بيصير عندك مضاد حيوي طبيعي بدل ما إحنا مستخدم مضاد حيوية كيموية هذا كان كل شيء المقطع اليوم أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم بهذا المقطع حقيقة اللي أنا بدي أكو تستفيدوا جد من قصة الثومة إن الثومة رائعة جداً سبحان الله العظيم أتمنى ما ننسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد شامل قناة مختصر الزراعة سبحانك الله وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم